بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم من حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان مختارا الإنسان مخير في أعماله يمكن أن يختار الخير وأن يختار الشر ومن نعمة الله على الإنسان أند الله على طريق الخير وحذره من طريق الشر وهديناه النجدين هديناه يعني بينا له هذا طريق الرشد وهذا طريق الغي هذا الإنسان باختياره إما يختار الحسن وإما يختار السيء وأحيانا الإنسان غافل عن نفسه هناك بعض الأحيان الإنسان يتصور نفسه شجاع بعديا في المعركة أول المنهزمين هو يتصور عن نفسه شجاع مو أنه يخدع الناس لا النفس خدعته أحيانا الإنسان يخدع الآخرين أحيانا الإنسان يحتاج إلى تطوير هو على الطريق الصحيح لكن يحتاج أن يتطور في ذلك الطريق فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان الامتحان أحيانا هو بلاء البلاء شنو هو هاي الكلمة سامعيها يقولون ثوب بالي ثوب بالي هذا الثوب اللي صاير عتيق جدا بحيث أنه مثل التور صاير يرى ما تحت ذلك الثوب البلاء من هذه المادة يعني الشيء الذي يبين حقيقة الإنسان حقيقته هو حقيقة مؤمن لو لا وقت الادعاء كلنا ندعي وقت الكلام كلنا نتكلم لكن وقت الحقيقة والامتحان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان زين هذا الإنسان الذي يتشهد الشهادتين بلسانه ويظهر الإيمان بالله وبرسوله هل هو صادق أو هو منافق إذا ماكو امتحان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا عاقب المنافق المنافق يقدر يعترض أنت ردت مني أصلي صليت ردت مني صوم صمت ردت مني أن أتلفظ بالشهادتين اتلفظت على أي أساس أدخل الجنة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل فلله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى له الحجة يوم القيامة أهل النار لا يتمكنون من أن يحتجوا أنه إحنا ليش ألقيتنا في النار أكو في الحديث الشريف ما من أحد يدخل النار أجارنا الله وإياكم من نار جهنم إلا وهو يقر بأنه يستحق هذه النار مثل فد مجرم في المحكمة يقر يقول إيه أنا أستحق أشد أنواع العذاب أكو مجرم ما يقر لا دائما إلى اللحظة الأخيرة ينكر لكن الله سبحانه وتعالى بطريقة جعل الامتحان والاختبار بحيث أنه يوم القيامة ماكو واحد يحتج ماكو واحد دخل جهنم إلا مقرا بأنه يستحق النار وفي المقابل ماكو واحد يدخل الجنة إلا وهو يقر بأن دخوله للجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى مو باستحقاقه إحنا لنتصور أن الجنة باستحقاق إذا كنا مؤمنين إذا واحد طول حياته قضاها بالصلاة والصوم والعبادة والطاعة هو ما يستحق الجنة بعمله ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غمرنا بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زيان إحنا كل عبادتنا هي جزء قليل من شكر النعمة بعد ما نستحقش إذا واحد أكرمك وأنت قلت له شكرا على هاي كلمة شكرا تطلب الشيء بعد إذا واحد أكرمك الله سبحانه وتعالى خلقنا وغمرنا بالنعم إذا إحنا صلينا صمنا حجينا كنا على الطريق المستقيم هذا أقل الواجب من شكر نعمة الله الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة من جملة الدعاء ما معناه أنه إذا كل حياتي آني قضيتها في طاعتك هذه لا تكافئ نعمة من نعمك فإذا الله أدخل المؤمن الجنة بفضل منه مو باستحقاق هذا المؤمن زين فلأجل أن الحجة تكون بالغة واحد يوم القيامة لا يحتاج على الله سبحانه وتعالى كان البلاء في البلاء يعني هذا الشيء الذي يظهر باطن الإنسان مؤمن لو منافق صادق لو كاذب قلنا الثوب البالي هذا يبين الشيء اللي جواه إذا لابس ثوب آخر أو إذا جسمه يبين الامتحان البلاء يبين باطن الإنسان لذا البلاء في القرآن هم في النعمة هم في النقمة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإذن هذا نوع من أنواع الامتحان حتى يتميز المؤمن من المنافق الصادق من الكاذب النوع الثاني من الامتحان أكو إنسان مؤمن وصادق في إيمانه لكن شوية بعض الأحيان أعماله فيها خلل خابط شوية الماء اللي هذا الماء يردون يوصلوا إلى مرحلة يكون صالح للشرب شونه يسووا يدخلوا في المصفات هاي المصفات شو تسوي تخرج الأشياء الزائدة أكو واحد هو مؤمن صادق في إيمانه كلامهم صحيح في الجملة هم ملتزم بس بعض الأحيان شوية زايدة وناقصة عنده ولا يخلو أكثر المؤمنين من ذلك هنا نوع آخر موجود من الامتحان حسب التعبير القرآني يسمى تمحيص التمحيص شنو هو في المعنى اللغوي التمحيص الذهب إذا ألقوه في هاي البوتقة اللي الصاغة يذوبون بيها الذهب حسة هذا ذهب مخلوط لو مو مخلوط بيه شوية أشياء زائدة لو ما بيه أشياء زائدة عندما يذوبوه شنو يصير ينفصل هذا الشيء المغشوش من الذهب الخالص هذا يسمى تمحيص في اللغة يعني إلقاء الذهب في هاي البوتقة اللي ذوبه حتى ينفصل منه الشوائب اللي علقت به أكو أحيانا واحد مؤمن شوية زايدة ناقصة عنده الله سبحانه وتعالى يمتحن هذا الإنسان ببلايا في الدنيا ومصائب حتى هاي الأشياء اللي عالقة هاي الشوائب هاي الوساخة اللي ملزقة بيه هاي تنفصل عنه إذا أكو في الحديث الشريف أنه إذا واحد مؤمن كانت عنده كان عنده ذنب أو معصية زين إذا في يوم القيامة يجي ويا هذا الذنب وهذه المعصية هم يصير لفضيحة وهم درجته تقل فالله سبحانه وتعالى بالدنيا شوية يبتلي حتى هذا هاي العقوبة الدنيوية تكون عقوبة لذنبه حتى إذا مات يكون طاهر مطهر وأحيانا لمحكمة ما يصير الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدنيا أو شوية الذنوبة أكثر من أن يكون عقاب الدنيا عقاب لتلك الذنوب بعض الأحيان الذنب ما إلي عقاب إلا في الآخرة يعني حتى كل مصائب الدنيا لو تنزل على واحد هذا ما يكون كفارة لذنب من ذنوبه أحيانا زيان إذا لم تكن المصلحة في عقابه الدنيوي أو ما كانت الدنيا قابلة لأن تكون ما لها قابلية حتى يكون عقاب هذا الذنب فيها بالحديث الله سبحانه وتعالى يشدد على هذا المؤمن في ساعة الاحتضار ساعة احتضار تكون ساعة صعبة وشديدة عليها حتى يكون تكون هذه الشدة كفارة لذنبه حتى إذا مات يموت طاهر وطهر زيان أكو بعض الذنوب هاي هم ما يفيدها الشدة في ساعة الاحتضار الله سبحانه وتعالى في القبر يعاقل أكو بعض أنواع العذاب في القبر هذا يصف المؤمن حتى إذا يجي يوم القيامة يجي طاهر وطهر وأحيانا هم ما يفيد عذاب القبر الله سبحانه وتعالى في المحشر حتى درجته في الجنة لتقل لأنه إنسان مؤمن وأحيانا هم ما يفيد شوية الذنوب زايدة فالله سبحانه وتعالى يعاقبه في جهنم إسا إلى أن تشمل الشفاعة بعد ذلك يخرج من نار جهنم إلى الجنة ما كن مؤمن يموت إلا وهو من أهل الجنة لكن متى يدخل الجنة والشفاعة حق ما كو واحد من عدنا حتى لا أكبر المؤمنين إيمانا كل حياة قضاها بطاعة الله ما كو واحد من عدنا يدخل الجنة إلا بشفاعة محمد وآل محمد زين أكو واحد كل حياة قضاها بالطاعة هاي من اللحظة الأولى يشفعون له أكو واحد لا قضى حياة بالمعصية وهو مؤمن بس قضى حياة بالمعصية هذا الشوق يشفعون إلى بعد ما في نار جهنم مئات السنين أكو في الحديث الشريف إن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلا بعد أن يلبث في نار جهنم أحقاب كل حقبة ثمانين سنة لابثين فيها أحقاب زين أكو واحد يقول شفاعة أهل البيت تشمل المؤمن الذي يموت مؤمنا بس أحيانا أكو الذنب يصير سبب أن الإنسان يموت كافرا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يا ما ناس إحنا نعرفهم أو سمعنا عنهم كانوا ناس صلحاء في الجادة الصحيحة في الطريق الصحيح لكن في أخير حياته انحرف كفر ومات وهو كافر زين هذا مات وهو كافر هاي بعد فما تنفعهم شفاعة الشافعين طبعا أهل البيت ما رحوا يشفعوا له لكن الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أي واحد يجي يشفع لما يفيد إذا أنت مؤمن الشفاعة تشملك لكن إذا واحد والعياذ بالله مو مؤمن كافر فاسق الشفاعة ما تشمل فهذا اللي يرتكب الذنوب ويقول آني أملي بشفاعة محمد وآلي محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام زين أنت ضامن أنه يوم اللي تموت تموت مؤمن هذا أولاً الشيء الثاني ما يخالف ما تمؤمن الشفاعة تشملك ما يخالف بس الشفاعة في الآخرة أكو في بعض الأحاديث أنه البرزخ أنت قضيب أعمالك نحن بالآخرة نجيك وزين هس شملت الشفاعة بس الفضيحة شيء يسويها لأنه يوم القيامة يوم تبلس سرائر يعني مو أنه فقط الأعمال اللي إنسان يسويها الأولين والآخرين يطلعون عليها حتى النية اللي في قلبه يوم تبلة يعني تظهر السرائر يعني ما أسره الإنسان في قلبه زين واحد من المؤمنين ارتكب معصية خفية انكشفت المعصية وجابوه بالمحكمة وكل أهل القرية أو أهل المدينة طلعوا أنه هذا ارتكب الجريمة الفلانية أو المعصية الفلانية وبعدي إجاة تخفيف ما يخالف إحنا نعفو عنه ما عاقبه لا بسجن لا بغرامة مالية لا كذا بس هاي الفضيحة اللي تصير شنو يسويها اللي ينفضح بين الناس ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه نعم انسري زين الشفاعة شملتنا بس الفضيحة اللي تصير يوم القيامة مقابل الأولين والآخرين أنه هذا الإنسان فعل كذا وكذا وكذا زين الآن لا يعاقب لأنه محمد صلى الله عليه والله شفع له أمير المؤمنين شفع له يسوي وبعدين مثل ما ذكرنا بعض الأحيان شوية الشفاعة تتأخر زين فالنوع الثاني التمحيص التمحيص يعني الإنسان المؤمن الذي شوية علقت به زيادة نقيصة شوية يعصره بالدنيا حتى الله سبحانه وتعالى يطهر من هذه الذنوب وأحيانا لا تشوف واحد هو مؤمن وما عنده أي زيادة وأي نقيصة لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاته درجاته هذا إنسان هو مؤمن الله يبليه بالدنيا مو لأجل أنه عقوبة وإنما يبليه لأجل رفع درجاته حتى درجاته ترتفع ولذلك في الحديث الشريف إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل زيادة الأنبياء معصومون ما عدهم ذنب حتى الفعل المكروح اللي هو جائز بس مكروح هم الأنبياء لا يصدر منهم نعم بعض الأنبياء عدهم ترك الأولى ترك الأولى يعني مو حرام ولا مكروح بس الأحسن كان ترك هذا الأمر على رأي المشهور الأنبياء مشكلة إذا ظلم ظالم يقول في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى الذين أصيبوا بأجسامهم واحد يصاب بجسمه يعوق مثلا مؤمن يعوق تفجير يصير رجلة قطع عينة تصير عمية مثلا أو أي جهة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث في يوم القيامة يعطيهم من الثواب بحيث أنه يتمنى الناس لو قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير يقول يا ريت أنه بالدنيا بالمقراض كانوا يسووني وصلة وصلة أو بالمنشار ينشروني لما يرى الناس من كثرة الثواب من ابتلي في جسده من المؤمنين أو إذا واحد ابتلب ظالم فهذا هم نوع آخر من البلايا الدنيوية النوع الأول تمييز المؤمن من المنافق النوع الثاني لتصفية المؤمن والنوع الثالث لرفع درجات المؤمنين أو بعض المؤمنين وأحيانا الله سبحانه وتعالى يخص المؤمنين بالبلاء لأجل أنه يحبهم وفد واحد من العلماء كان يمثل مثل يقول أنت تتمشي بالشارع شفت أجل لكم والله فد واحد من أبناء الشوارع يسوي عمل قبيح ما تدير لبال لكن إذا ابنك سوى نفس العمل شو تسوي تضربه وتأدبه شنو الفرق تقول ذاك ما يهمني هذا ابني يهمني إذا فد كافر ارتكب معاصي هذا أخير إلى النار لذلك الله لا يبالي لكن إذا مؤمن ارتكب معاصي الله يعاقبه لأن الله يحبه يريد يصفيه لذا تشوف أنه الكفار عادة في نعمة والمؤمنون عادة في بلاء أكو في الحديث الشريف أن الدنيا ما إلها قيمة عند الله لو كان للدنيا هذا نص الحديث لو كانت للدنيا قيمة عند الله بمقدار جناح بعوض بقى شنو هي قيمتها حتى جناحها يكون إلها قيمة عند الله الدنيا لا قيمة لها ولو بهذا المقدار لو كانت لو كان للدنيا قيمة عند الله بمقدار جناح بعوض ما سقى فيها كافرا إذا تشوف الكفار منعمون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما في الآية الشريفة لأن الدنيا ما إلها قيمة عند الله هس هذا كافر ما إلها قيمة يستفيد من الدنيا اللي ما إلها قيمة ومهم لكن الآخرة الجنة الله سبحانه وتعالى أعطاها القيمة الها قيمة الآخرة الجنة يعني لذلك الجنة دار كرامة لذا لهم دار السلام عند ربهم الجنة ما فيها أي شي ينغص أي شي الإنسان يوم القيامة هي يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة كل إنسان حتى المؤمن يتحسر لأنه يشوف كانت فرص طاعة عنده لله فوتها فكل إنسان يتحسر حتى اللي هو في درجات العالية في الجنة هم يتحسر ليش لأنه يشوف أنه كان يقدر يحصل أحسن أكو في بعض الكتب التفسيرية أن ذا القرنين اللي هو عبد من عباد الله الصالحين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إلى آخر الآيات في سورة الكهف فهذا سار في الأرض وفتح الدنيا كلها وصلوا إلى مكان مظلم السمادري كان غار ليلشان فجو أرجلهم أكو حصات بس ظلم ما يشوفون فالخضر عليه السلام قال لهم اللي يشيل من هذه الحصيات شبيه حصوة كانوا اللي يشيل منها يتندم واللي ما يشيل منها هم راح يتندم قسم شالوا وقسم ما شالوا عندما جازوا ذيش المنطقة عبروها راحوا إلى منطقة أخرى فيها شوية نور أو عندما طلعت الشمس شافوا شافوا وغيروا كلها مجوهرات يعني كل هذا الحصى اللي كان جوا رجلهم كان جوا اللي ما شال بتندم ليش ما شال واللي شالهم تندم ليش أكثر ما شال يوم القيامة من هالشكل الكافر يتندم المؤمنهم يتندم ليش أكثر ما عمل بالصالحات ليش فوت فرص كان يتمكن بتلك الفرص أن يحصل الآخرة أكثر واحد يشتغل زينا أنت تشتغل اذكر الله سبحانه وتعالى قل لا إله إلا الله عندنا في الذكر يسموه الذكر الخفي ما بيحرف من الحروف اللي تتحرك بيشفاه لا إله إلا الله هذا الذكر الخفي يسموه إذا أنت قاعد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما حد يلتفت لأن الشفاء ما رح تتحرك أبعد عن الرياء وهو أفضل الأذكار أنت سائق سيارة سائق تاكسي مثلا سائق كية دا تكد على عيالك وأنت دا تمشي أقول لا إله إلا الله يوم القيامة تتندم أنه لماذا لم أقل لا إله إلا الله لأنها لا إله إلا الله تكون شجرة في الجنة مثلا درجة في الجنة على كل حال الإنسان في يوم القيامة يتحسر وأنذرهم يوم الحسرة لكن إذا دخل المؤمن في الجنة في الجنة ماك منغصات زين لهم دار السلام الجنة كلها طهارة ما بيها حزن ما بيها خوف زين هذا المؤمن اللي درجته أعلى والمؤمن اللي درجته أدنى المؤمن اللي درجته أدنى ما يدري ذاك المؤمن درجته أعلى حتى لا يتحسر لذا أكو في الروايات أن المؤمنون يتزاورون في الجنة على سرر متقابلين لكن الأعلى يجي إلى الأدنى يزوره أما الأدنى ما يروح للأعلى لأنه لو راح للأعلى يشوف نعيم أكبر راح يتحسر والجنة ما بيها أي شيء ينغص العيش زين يوم القيامة يوم الحسر خمسين ألف سنة الإنسان يتحسر إذن إحنا علينا أن نستثمر الفرص في طاعة الله سبحانه وتعالى بس أنتو الله سبحانه وتعالى وفقكم للمشي في أيام الأربعين لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكو في بعض الروايات إذا واحد زار الإمام الحسين ماشيا زين أجر ثواب حجة في رواية أخرى حجة وعمرة في رواية ثالثة عشر حجاج في رواية رابعة ميت حجة في رواية خامسة ألف حجة في رواية أنه إذا رفع قدما كتبت له حجة وإذا وضع قدما كتبت له عمرة ذول اللي مشون من البصرة تقريبا ستمائة ألف خطوة تقريبا زين ستمائة ألف حجة وستمائة ألف عمرة زين ليش هالشكل يعني في رواية حجة واحدة في رواية حجة وعمرة في رواية عشرة في رواية مية في رواية ألف هذا يختلف حسب نوعية لهذا المؤمن هذا مؤمن الله يطي ثواب بس إش قد يطي ثواب إذا واحد درجة إخلاصة أقل ثوابه يكون أقل درجة إخلاصة أكثر يكون ثوابه أكثر إذا عارفا بمنزلة الإمام الحسين ديزور ثوابه أكبر إذا معرفت أقل ثوابه أقل كلما المعرفة تكون أكثر الثواب يكون أكثر حتى بالدنيا هالشكل المهندس والعامل المهندس راتبة أكثر ليش؟ لأنه عنده علم إخلاصة جد درجته هو في طريق الزيارة لا يسمح الله ارتكب معصية لو ما ارتكب معصية مثلا هو في طريق الزيارة قلبه دي طحرة أكثر لو لا هاي الأمور كلها إلها مدخلية في زيادة الثواب حد الأدنى أنه ثواب حجه لكن حد الأكثر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى زين أنت تروح إلى زيارة الإمام الحسين ماشي أو زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة ماشي هو هذا ماشيك ماشيتك هاي طاعة لله سبحانه وتعالى ويوم القيامة الناس يغبطوك عليها إن شاء الله لكن انت تتمشي اذكر الله سبحانه وتعالى هاي زيادة خير عندما تذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله لسانك يكون بذكر الله إذا حجيت ويا أصدقائك يكون ما فيه لله رضا ولهؤلاء الجالسين فائد الإمام زين العابنين عليه الصلاة والسلام قال لذلك الخطيب في مجلس يزيد بعدين قال أنه ليزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلمة فيها لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب استفيدون منها إذا هموا يا صديقة صديقك تتكلم مرة واحد تتكلم كلام ما بفائدة هذا يوم القيامة حسرة يكون مرة يكون غيبة تهمة وهذه الحسرة أكثر ومرة هم يكون لا كلام إصلاح ذات البين بفائدة للدنيا بفائدة للآخرة مثلا حتى إذا يتمازح مفاكهة تكون ممازحة ضمن الضوابط الشرعية يفرح صديقة مو مشكلة هذا همزيا بثواب يحاول أنه كل ما يتمكن يستفيد أكثر مثل قصة الخضر وذي القرنين كل ما تقدر تشيل ذهب وجواهر ومجوهرات يكون بصالحك أكثر ويوم القيامة تكون أنت عند الله سبحانه وتعالى يكون عندك منزلة وجاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم للإستمرار والإستمرار كلش مهم وبعض الأحيان الإنسان يبدأ صحيح بس بعديا يتعب ويوفقكم جميعا وإيانا معكم للإستمرار حتى إذا جاءنا ملك الموت نكون من مصادق هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكو في الحديث الشريف هذا نختم الكلام بهذا الحديث الشريف أنه أي واحد عندما يموت سواء كان مؤمن أو منافق أو كافر هذا يحضر لحظة احتضاره أمير المؤمنين ورسول الله عليهما وآلهما الصلاة والسلام هم الرسول يجي هم أمير المؤمن مؤمن لو كافر ماكو فرق مؤمن لو منافق إذا هو مؤمن يبشرانه بالجنة يعني الرسول وأمير المؤمنين يبشروا في الجنة الآية الشريفة تقول لهم البشرة في الحياة الدنيا قبل ما يموت لحظة الأخيرة لهم البشرة في الحياة الدنيا في الرواية أنه الرسول والأمير عليهما وآلهما الصلاة والسلام يبشروا ويوم القيامة خب ذاك واضح وإذا هو منافق أو كافر يبشرانه بالنار ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله أن يكون مستمرين جميعا على هذا الطريق حتى إذا متنا متنا على الإيمان نحصل هذه البشرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس تسكن نفوس تسكن نفوس تسكن نفوس تسكن نفوس تسكن نفوس ترجمة نانسي قنقر